نمر الآن إلى المثال الأول وهو عبارة على التطبيق بالنسبة للمثال في جوينت Using the method of a joint determine the force in each member of the truss يعني هذا هو الترس اللي رح نشتغل عليه في هذا التمرين طبعاً هنا عندي ردات فعل اثنين بالنسبة للسي واحدة باتجاه الـ X وواحدة باتجاه الـ Y وهنا في ردة فعل EY بالنسبة للسيبورت E هنا اثنين لأنه عندي بينة سيبورت وهنا واحد لأنه عندي رولر وبتكون ردة الفعل عمودية على اتجاه حركة السيبورت عشان نحل الثلاث مجاهيل هادهم لازم اكتب الإكليبرم كنديشنز مجموعة الفرسوس باتجاه الـ X بتساوي سفر مجموعة الفرسوس باتجاه الـ Y بتساوي سفر ومجموعة المومنت حول النقطة C بتساوي سفر مع العلم أنه بالنسبة لي الدوران اللي بيكون عكس عقار بالساعة هو موجب نمر بعدها إلى المرحلة الثانية يعني أنا مثلا رح أبدأ بالنقطة A أعزلها وأكتب الإكليبرم كنديشنز المتمثلة في مجموعة الفرسوس باتجاه الـ X بتساوي سفر ومجموعة الـ Y الفرسوس باتجاه الـ Y بتساوي سفر في نفس الوقت أقدر أستعمل طريقة الـ Equivalent Triangles عشان أجد بها المجهول FAB والمجهول FAD وهذه عبارة عن أنه تكتب مثلث بيكون فيها القوة مثلا هنا ألفين وهنا عندي FAB وهنا عندي FAD واجي بعدها أكتب مثلث للأبعاد مثلا هنا عندي ستة وهنا عندي ثمانية وهنا عندي عشرة وأكتب FAB على ستة بتساوي ألفين على ثمانية وبتساوي FAD على عشرة وحل المسألة يعني عندي هنا خيارين لكن خلي بالكم الخيار هذا لا يمكن استعماله إلا إذا كنت قادرا على رسم مثلث يعني تكون عندك ثلاث أعضاء في اتجاهات مختلفة عشان تعرف ترسم بهم المثلث نبدأ بالمرحلة الأولى عشان نجيب ردات الفعل رح نكتب 3 equilibrium equations مجموع المومنت حول النقطة C بتساوي 0 هذه هي النقطة C طبعا CY and CX ما رح يكون عندهم هنا دخل بالنسبة للمومنت حول النقطة C لأنهم يمرون بالنقطة C وهذا كنا تعرضنا له في الشابتر الثالث دايما المومنت بتساوي plus or minus الفرس في الدستانس الفرس هنا بتساوي ألف ضارب الدستانس بتساوي أثناش ألف ضارب أثناش بتكون ملموجة بليش لأنها بتدور عكس عقار بالساعة نفس الشي بالنسبة للفرس الفين المطبقة على النود A هي أيضا بتدور عكس عقار بالساعة فالإشارة رح تكون موجبة والفرس بتساوي ألفين والدستانس بتساوي أربع وعشرين اللي هي الدستانس من هنا إلى هنا هذه كلها بتساوي أربع وعشرين قدم لو حليت المسألة هذه رح أجد أنه E بتساوي عشرة آلاف باوند أمره الآن إلى كتابة مجموع الفرس باتجاه الـ X بتساوي سفر هنا هل عندي قوة بخلاف الـ CX باتجاه X بس رح نجد CX يعني CX بتساوي سفر زي ما نشوفه هنا أكتب بعدها مجموع الفرس باتجاه الـ Y بتساوي سفر هنا عندي سالب ألفين سالب ألف مع CY مع EY كل هذا بساوي سفر لو حليت المعادلة هذه رح أجد CY بتساوي سبعة آلاف باوند وكون بالطريقة هذه جبت الثلاث أشياء المجهولة الـ EY أو الـ E والـ CX والـ CY أمر الآن إلى المرحلة الثانية بالنسبة للمرحلة الثانية الـ Second Step رح أعزل فيها كل النود لحالها وحاول أجيب القوة في داخل المامبرز وعموما لازم أبدأ بنقطة يكون فيها مجهولين بس يعني هنا تقدر تبدأ من النقطة A أو النقطة C وما تقدرش تبدأ من النقطة D E أو B ليش؟ لأنه هنا عندي عضوين بس وهنا عندي عضوين بس مجهولين لكن في باقي النقاط رح يكون عندي ثلاثة أو أكثر هات نبدأ مثلاً بالنقطة A أعزلتها هنا عندي ألفين هي معطة قوة متبقة على النقطة A بالمنطق الفورس FB لازم تكون عكسها كده عشان يصير فيه توازن بعدين أجي أحاول أني أرسم مثلث أجيب الألفين هذه هنا وأرسم الظلع الأول وأجيب الـ FAD هذه أجيبها هنا وأرسم الظلع الثاني وبعدين الظلع الثالث هو مكمل بالنسبة للأعضاء الأخرين ويرح يكون اتجاه الدوران بالنسبة للأسهم هذا في نفس الاتجاه يعني لو عندي FAD بهذا الاتجاه والألفين بهذا الاتجاه لازم تكون الـ FAB بهذا الاتجاه هذا فيما يخص الاتجاهات الآن لازم أرسم مثلث ثاني بيتكلم على الـ Distance هذا المثلث هنا رح تكون عندي ستة قدم أخذها من هنا وهنا رح تكون عندي ثمانية أقدام أخذها من هنا أنا تقريباً رح أرسم المثلث هذا كده وهذه رح تكون لو عملت بيثاغور رح أجد هنا عشرة تقدر تستعمل مثلث هذا أو أنك تستعمل مثلث أصغر منه تختزل فيه هنا تصبح خمسة وهنا تصبح ثلاثة وهنا تصبح أربع يعني نصف الأبعاد الموجودة هنا أكتب بعدين شوف هنا ألفين على أربع عبارة على القوة ألفين هذه على المسافة هذه بتساوي FAB لهنا على ثلاثة وبتساوي FAD اللي هي هنا على خمسة أجد العلاقات هذه بعدين أستعمل الجزء الأول من المعادلة ألفين على أربعة بتساوي FAB يعني FAB بتساوي ثلاثة في ألفين على أربعة بتساوي هنا ألف وخمسمائة باوند نفس الطريقة أكتب المعادلة الثانية FAD بتساوي خمسة ضرب ألفين على أربعة وتساوي ألفين وخمسمائة باوند عشان أعرف هل في T يعني Tension هل في Tension أو في Compression وC يعني للكمبريشن لازم أطبق القاعدة هذه لو القوة is targeted to the joint يعني زي ما نشوفه هنا FAD هي مصوبة نحو النقطة A فهنا بتكون عندي Compression FAD بيصير فيه Compression لو الفرس بتخرج زي FAB هنا FAB بتخرج من النقطة Issued from the joint بيصير فيه شد وهنا FAB فيها Tension بنفس الطريقة أشتغل على النود D الآن ليش اشتغلت على النود D ما اشتغلت على النود B لأنه النود B رح يفضل فيه ثلاث أشياء مجهولة لكن بالنسبة للنود D أنا خلاص عرفت كم تساوي FAD بس المجهول هو FDE وFDB أشتغل بنفس الطريقة لو عندي قوة 2500 في هذا الاتجاه طبعا ليش أخذت القوة تدخل إلى النقطة D لأنه هنا لو عندي النقطة A تدخل لها هنا النقطة FAD عشان يصير توازن لازم القوة يكون في اتجاهات معاكسة خلاص أخذت الظلع الأول من المثلث بعدين يفضل فيه ذلعين طبعا لو FAD داخلة للنقطة هنا FAD رح تكون عكسها عشان تعمل التوازن هذه بعدين أخذت FDE وضعتها هنا وعشان تقفل هنا المثلث وبنفس اتجاه الدوران لازم الفرس الثلث اللي هي FDE بتكون خرجة من النقطة يكفي هنا أني أرسم المثلث الثاني اللي هو بيهم الأبعاد الأبعاد رح تكون عندي هنا أثناش اللي هي البعد من هنا إلى هنا ورح يكون عندي الأبعاد التالية الدستنس حسبناها في المرحلة الأولى هنا عشرة وهنا عشرة واكتب وبعدين FDE على اثناش وأكتب FDA على عشرة وأكتب FDB على عشرة كلهم بيساوون بعض يعني لو أنا كتبت FDB على عشرة بتساوي F DA على عشرة يعني تختزل على اليمين وعلى اليسار تصبح عندي FDB بتساوي FDA زي ما مكتوب هنا بنفس الطريقة FDA على أثناش بتساوي F DB على عشرة يعني هنا بتساوي بتساوي أيضا F DE على 2 يعني FDE على 6 بتساوي F DB على 5 يعني يعني DE أخذ الستة هذه وضحها جنب F DB بتحصر على F DE بتساوي 2 ضرب 3 على 5 FDA لو عملت العملية الحسابية رح أجد F DB بتساوي 2500 و FDE بتساوي 3000 باوند طبعا حكاية التنشن والكمبريشن بتطبق نفس البلانسيبل هذا طالما الفورس FDB هي بتخرج من النقطة رح تكون في شد وال FDE بتدخل إلى النقطة رح يصير في كامبريشن أو ضغط الآن أمر إلى النقطة B رح أعزل الآن هذه النقطة مع العلم أني أصبحت أعرف كم تساوي هذه وكم تساوي هذه FAB معروفة وFDA أو DB معروفة أيضا لو عزلتها لح تحصل على الرسمة التالية طبعا عندي قوة ميلة لازم أعملهم إسقاطات هذه بالنسبة FDB تعطيني هذه FBD cos alpha مع العلم أن هذه هي alpha وهنا إسقاط في هذا الاتجاه رح يكون F BD cos alpha هنا وهذه FDB sin alpha طبعا هنا نفس الشيء بالنسبة للFBE الإسقاط على المحور المجاور للزاوية alpha رح يكون FBE cos alpha وهنا الإسقاط رح يكون F B E sin alpha طبعا sin alpha هذه تقدر تعوضها بالمقابل بالنسبة للزاوية لو أنا عندي كده هذه أربعة وهذه ثلاثة وهذه خمسة وهذه هي الزاوية alpha المقابل رح يكون أربعة على الوتر خمسة يعني sin alpha هذه تقدر تعوضها بأربعة على خمسة والcos تقدر تعوضه بالمجاور على الوتر يعني بثلاثة على خمسة واكتب الآن مجموع الفرسز باتجاه الواي بتساوي سفر مجموع الفرسز باتجاه الـ x بتساوي سفر طبعا هنا لو تكلمت على الاتجاه الواي هتكون عندي سالب ألف تجي من هنا سالب ألف وسالب FBD sine alpha وسالب FBE sine alpha وكما قلت هنا sine alpha عوضها بأربعة على خمسة هذه هي sine alpha وهذه أيضا هي sine alpha اتحصل على المعادلة التالية فيها مجهول واحد هو الـ FBE وبيساوي طبعا بعد العملية الحسابية بيساوي سالب 3750 باوند طبعا هنا 3750 باوند اللي هي الـ FBE هي بتخرج من النقطة هذه هي الـ FBE لكن ما بالسالب هي سالب 3750 تساوي نفس القوة في اتجاه المعاكس يعني بتدخل الى النقطة ونكتب FBE بتساوي 3750 لكن خلي بالك هنا عكست الاتجاه فلو هي بتدخل الى النقطة بيصير في compression نفس الطريقة بعدين أطبقها بخصوص مجموع الفورسس باتجاه الـ X بتساوي 0 رح تكون عندي هنا سالب 1500 لأنها هذا هو الـ X الـ positive كما هذا هو الـ Y الـ positive هي عكس X فهذه بتكون بالسالب سالب 1500 بعدين سالب FBD cos alpha وهنا قلنا الcosine بنعوضه ب3 على 5 هذا هو الcosine بالاثنين بنعوضهم ب3 على 5 هذا هو الcosine alpha أتحصل على الكتابة التالية لو عملت حل للإكويشن هذه رح أتحصل على FBE بتساوي الـ 5250 باوند وكون كده حليت العذوين المجهولين هنا طبعا الآن أطبق نفس الطريقة على باقي النقاط إلى أن أصل إلى حل كل الأعضاء المجهولة بالنسبة للترس اللي احنا بصدد دراسته أمر الآن إلى joint E أنا الآن أصبحت أعرف كل هذه الأعضاء أعرفها باقي العضو هذا بس فاختار إما أني أشتغل بالنود C أو بالنود E رح أشتغل أنا بالنود E هنا فيها قوة رياكشن مطبقة عليها حسبناها في المرحلة الأولى بتساوي 10,000 باوند وفيها F E D بتساوي 3,000 باوند ليش بتكون في هذا الاتجاه لأن لو رسمنا الأولى لكانت في هذا الاتجاه F E D بتساوي 3,000 ف اللي رح تكون في النقطة D بهذا الشكل فطبعا اللي رح تكون بعدين في النقطة E رح تكون عكسها دائما بنرسم القوة في نفس العضو ترسم له القوة هذه في هذا الاتجاه في آخر الطرف الثاني رح تكون القوة في الاتجاه المعاكس وعلى نفس خط التطبيق والعكس بالعكس لو كانت عندي القوة داخلة كده رح تكون أيضا داخلة من قبل في المرحلة اللي قبلها لما حسبت مجموع الفورس باتجاه ال-Y بتساوي 0 أطبق نفس الحكاية اللي طبقتها في المرحلة السابقة مجموع الفورس باتجاه ال-X وباتجاه ال-Y بتساوي 0 أنا رح أبدأ بمجموع الفورس باتجاه ال-X بتساوي 0 طبعا ال-FCE هذه عندها إسقاط F-C-E كوساين ألفا هنا وإسقاط بالنسبة للفورس F-E-B يعني F-E-B 3750 كوساين ألفا وفيه إسقاطات كمان باتجاه ال-Y هذه كده وهذه كده هذه F-C-E ساين ألفا وهذه F-C-E أو F-E-B ساين ألفا أنا حاجتي هنا ب مجموع الفورس باتجاه ال-X بتساوي سفر رح آخذ F-E-C كوساين ألفا وآخذ F-E-D اللي هي بتساوي 3000 لاثنين موجب وآخذ كمان معام 3700 كوساين ألفا وإحنا قلنا من قبل أنه كوساين ألفا بساوي ثلاثة على خمسة ينتبق أيضا هنا هذه هي الكوساين ألفا واكتب بالطريقة هذه كلهم موجب طبعا لأنهم كلهم في اتجاه ال-X البوزيتف بعد ذلك أجيب كم تساوي F-E-C رح تساوي ناقص 8750 طبعا لو أنا عندي قوة بهذا الشكل F-E-C بتساوي سالب سالب 8750 هي نفسها في الاتجاه المعاكس أرسمها واكتب F-E-C بتساوي 8750 وأزيل الإشارة السالبة وكده رح تكون داخلة للنقطة وبالتالي هي compression الآن لو عايز تعمل check أمشي للنقطة C أنا محتش النقطة C عشان أعرف أي ممر يعني خلاص عرفت كم تساوي هنا وهنا وهنا في كل الأعضاء أنا عرف كم تساوي القوة بس عشان أعمل تثبت عملية تثبت أعمل check of the result تثبت في النتيجة من خلال مجموع الفرسوس باتجاه X وباتجاه Y لازم أجدهم يساوون سفر لو ما وجدتهم يساوون سفر يعني فيه خطأ طبعا أنا في النود C عندي C X بتساوي سفر حسبتها من المرحلة الأولى وعندي F C B بتساوي 2250 أعرف أيضا من قبل وعندي هنا باتجاه Y C Y ساوي 7000 B وهنا عندي F C E لسا حسبها بتساوي 8750 طبعا هذه رح يكون عندها إسقاط هنا 8750 Sine Alpha وهنا رح يكون عندها إسقاط 8750 Cosine Alpha مع العلم أنه Cosine Alpha بساوي 3 على 5 حسب ما حسبناه من قبل لو كتبت الآن مجموعة الفرسوس باتجاه X بتساوي 0 رح أخذ 5250 هذه سالبة ليش سالبة لأنها عكس اتجاه X هنا في إشارة سالبة مع 3 على 5 وهي Cosine Alpha ضرب 8750 بالموجب هذه هي القوة اللي هنا هل في قوة أخرى نعم في CX لكن 0 تقدر تكتب هنا مع 0 كله بساوي لو ضربت 3 على 5 ضرب 8750 وحسبت بالآلة الحاسبة طرحت منها 5150 لو وجدت 0 لو ما وجدت 0 يعني فيه خطأ في الشغل يعني احنا تأكدنا الحين وجدناها 0 مجموعة الفرسوس باتجاه Y عندي سالبة 7000 لأنها المحور Y نتصاعد لفوق و7000 نازلة لتحت فرح تكون فيه إشارة سالبة هنا مع 4 على 5 هذه هي Sin Alpha 4 على 5 هي Sin Alpha ضرب 8750 لو حسبت رح أجد أيضا تساوي 0 وكون كده يعني تحققت من الشغل المتاعي وهي مرحلة اختيارية لو عايز تسويها عشان تحتحقق رح يكون كويس لو ما سويتها ما فيش مشكلة أيضا شكرا على الانتباه موسيقى موسيقى موسيقى